قلنا شو العلاقة اللي بتربط بين ال V-peek secondary وال V-peek primary قلنا اللي هو قانون V-peek secondary تساوي N V-peek primary طيب أنا بدي ال V-peek primary بقسم الطرفين على N بتصير V-peek primary V-peek secondary على N equal V-peek secondary 19.44 N اللي هي عندي 1 على 10 يعني 1 N equal 1 على 10 equal 1 بال 10 تمام فال V-peek primary تطلع 149.1 V هاي V-peek primary طبعا نفس القانون هاذ اللي اشتقيت منه اذا جبت ال V-RMS للسكندري يعني جبت ال V secondary مش V-peek secondary تقدر تطبق نفس القانون هاذ وتجيب القراءة هاي عفوا هاي القراءة لل V-peek يعني equal هاذ الرقم ال-peek الماكس على جذر الاثنين طبعا ممكن اريح حالي من آخر خطوة هاي واما ااجي اطلع ال 19.44 على جذر الاثنين ااجي احكيله انه ال V secondary اللي هي ال V-RMS تساوي N V primary بدون Beek يعني هي نسبة وتناسب رح يطلع معاك نفس الرقم اذا جربت فال V primary equal V secondary اللي هي هاي القيمة مش ال-peek 19.44 على جذر الاثنين على N على 1 بالعشرة فانت مخير في الطريقة اللي بدك اياها تمام اه نيجي ع السؤال او مش سؤال بعدي بعدي اه يجينا ع البرج هاي برضو تابع لل full wave rectifier تمام طبعا نفس قبل شوي حكينا فيه شكلين هنا برضو فيه شكل ثاني لها عشان تعرف تطبق كير شوف يعني هاي الرسمة تكافئ هاي الرسمة هاي الملف السكندري تمام هاي اول دايود هاي ثاني دايود هاي الثالث هاي رابع دايود 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 بفصلوا تمام ايجينا بنطبق كير شوف طلع معاي نفس النصف موجة اللي طبكته قبل بس اللهم انه ايش عندي دايودين اللي بيشتغلوه والفي سكندري هون مش ع اثنين مش مكسومه من النص فبتصفي عندك الفي اوت اذا طبكت كير شوف ايكول في سكندري ناقص تو في بي بيك يعني بتطلع عندك بس طبك كير شوف في سكندري ناقص في بيك بيك تبعت اول دايود هذا فاصل ناقص في بيك بيك تبعت ثاني دايود مع الفي اوت هاي موجبها وسالبها تمام فيا بتحفظ القانون يا اما بتطبق كير شوف اذا نسيته تمام عندي قوانين بدي احفظها البي اي في تساوي في بي اوت زائد في بيك بيك ايش بفرق عن المكسوم من النص اللي اخذنا قبل هذا القانون انه في الفي بي اوت مضروبة باثنين فانت احفظ هاذ سيبك من هاذ فاهرفظ هاذ اذا كان نصف موجب تضرب باثنين اذا كان جسر زي هاذ اربع دايودات بخلي دون ما اضرب البي بي اوت باثنين البي دي سي نفس قانون الاسنتر تابد اللي اخذناه قبل شوي والإف اوت برضو نفس القانون اللي اخذناه قبل شوي والتي اوت بالنسبة للإف رح تكون نفسها فهاي هي قوانين الجسر تاع الفول ويف ريكتيفير نيجي على سؤال مباشرة معطيني الجسر هاض مية لميتين اللي هي اثنين لواحد يعني الان ايكول اثنين عفوا معطيني الفي ارم اس خمسة مش الفي ماكس ها تتبع الف انبوت ميت هيردز بقول لك فاين في بيك سكندري في بيك بده مش الفي سكندري لو الفي سكندري بتستخدم الفي ارم اس زي ماهي وبده الفي بيك اوت وال f اوت وال v dc وال by v طبعاً ال v dc وال by v لازم في بيك اطلعها يعني بالقانون اساسيا v بيك بتعامل ما بتعامل مع ارم اس تمام نيجي بنحكيله انه اول اشي بده اجيب الفي بيك برايمري الفي بيك انبوت الي هي نفسها يعني برايمري equal vpeak input equal شو in لا هسا vrms equal vmax على جذر الاثنين انا بدي الماكس فبعمل ضرب تبادلي فالv max equal vrms في جذر الاثنين فبدي الماكس بتحكيله الجذر الاثنين ضرب خمسة الجذر الاثنين ضرب خمسة equal 7.07 فولت تمام هسا بدي الماكس طبعا بيك equal in vpeak برايمري الان قديش 200 على 100 اللي هي اثنين ضرب vpeak برايمري قديش طلعت معاي 7.07 بتطلع عندي 14.14 فولت هاي جبت اول مطلوب البيك بلبيك بدو البيك بحكيله حسب القانون اللي حفظته او اشتقيته من كيرشوف اه v secondary v secondary ناقص 2 VBPK الدايودين اللي بشتغلوا عندي تمام ال VBPK 14.14 ناقص عندي جرمانيوم يعني 0.3 0.3 ب2 0.6 equal 13.54 هاي جبت ال VBPK out بده ال F out قلنا equal to F input ال F input عندي 100 2 في 100 200 هيرتز بده مثلا T out اللي هي 0.5 T input اللي هي نفسها أصلا 1 على F طب أني F اللي بدي إياها مش أنا بدي ال Output بدي ال F Output يعني 1 على 200 تمام تمام بده ال VDC ال VDC قلنا 2 VBPK Output على B ال VBPK ال VBPK Output قداش 13.54 طبعا ضرب 2 على B بده ال B I V قلنا VBPK VBPK هذو قانون واحد لأنه بتصيروا تخربطوا فيهم طيب احفظوا هاذ وبتطبقوه على الحالتين اللي قبل بس الحالة اللي قبل بس الحالة اللي قبل هاي قلنا بنضرب باثنين طيب ال VBPK طيب ال VBPK ال VBPK عندي 13.54 زائد ال VBPK 0.3 هاذو ال B I V وحدته VOLT هيكا بكون خلص السؤال طبعا هان ملخص للRectifier والTransformer برضو يعني هان عندي القوانين اللي رح أستخدمها في كل الRectifier الHealthWave والFullWave VRMS VMAX على جذر الاثنين VBK secondary equal in اللي هي نسبة التحويل على الضرب VB primary أو بتحكيله V secondary لما تكون لحالها RMS مش maximum equal in VBPK بلشت أخلط أنا VBK V primary تمام والK equal in اللي هي نسبة التحويل هاي قلنا عدد لفات الثانوي على الابتدائي أو جهد الثانوي على الجهد الابتدائي أو تيار الابتدائي على تيار السكندري تمام بالهيلف ويف rectifier F out equal F input فاتي رح تكون نفسها يعني متساوية VBK out equal V input ناقص VBK طبعا بتكون حافظ شكل الدارة انت كيف شكل الهلف ويف فيها دايد واحد الـ VDC 2VB out 2VB out زائد VB بيك بتكون حافظها انه فيها دايدين البرج تجسر فيه أربع دايدات بتحكيله Vout equal V secondary ناقص 2VB VBK الـ BIV equal VBK out زائد VB بيك قلنا هون فيه 2 وهون فيه 2 عشان تميز بينهم هنا هذول الثلاث قوانين بتطبقن على center tab وعلى البرج بتطبقن على على full wave كاملات يعني هذول الثلاث قوانين بتطبقن على كل full wave إذا فيه دايدين أو أربع دايدات إنه Fout equal 2F input Tout equal 0.5T input VDC equal 2VB out على بي هذا هو ملخص الريكتفير وعلى أكيد رح يجي فيه سؤال في الامتحان امتحان في السؤال ماشي نيجي على ثالث application اللي هو الفلتر المرشح عندي المرشح اللي هو عبارة عن capacitor مشبوك مع V input الدايد بالجزء الموجب بعطيني انحياز أمامي وجهد المكثف هذ بيزيد مع استمرار مرور التيار إيش بيصير عندي عند لحظة معينة بيصير عندي V كثود أكبر من V anود يعني بيصير زي أكن انحياز عكسي ف عند الجهد معين إيش بيصير لما يصير عكسي المكثف هذ بيصير يفرغ في R L طبعا هذا الحكي ما أظن مطلوب منكو شرح أو حفظ بس عشان تكونوا فهمين تم هس تاو الثابت الزمني R L في الكباسيتر هذا طبعا إذا بدي أزيد التاو كيف بزيدها بزيد C فإيش بزيد R L فبتزيد التاو علاقتهم طردية طبعا على بالحياة العملية لما أنا بدي أزيد التاو هسا بقول كليش منزيد بزيد الكباسيتر ال R L بخليها ثابت لأنها لود أصلا فبالحياة العملية بزيدوا قيمة المواسع على الكباسيتر فبتزيد التاو هالستاو كل ما زادت أحسن ليش هالستاو عبارة عن زمن فالزمن بس يزيد بتبطأ عملية الشحن والتفريغ في الكباسيتر هذا بتصير أبطأ عملية الشحن والتفريغ فأما تصير أبطأ بصير المرشح أصلا شو شغله أنه يحول لي لدي سي أنه يقرب لي الموجة تبعتي لدي سي حكيناها أول فيديو فلما الزمن يزيد وتبطأ عملية الشحن والتفريغ بصير أقرب لدي سي بس يعني هاي هي الفكرة تبعته هذا كل ياته في الحياة العملية مش مطلوب معكم في الامتحان بس تكونوا عارفين وهيك تمام عندي برسمة المرشح في التمثيل البياني قلنا هيك بيجي شكلها يعني تقريبا هيك زي الرسمة هاي أقرب من الخربيش هاي تمام عندي هاي قمة وهاي قاع المنطقة هاي هس الفرق بين هذول بسميه VR بيك تو بيك قمة للقاع قمة الموجة للقاع المنطقة هاي بسميها VDC على اثنين بس هما فعليا يعني مش مش فرق ومش VDC على اثنين هسا بنوخذ مثال ومنوضحهم كيف تمام الـ VR عبارة عن جهد المرشح آآ فلتر فولتج الـ R عبارة عن معامل التموج الـ VDC ما تخلط مي وزيت تفكرها زي الـ VDC اللي كنا نحل عليها قبل اسمها منتصف المسافة بيك تو بيك قمة للقاع آآ الـ VR بيك تو بيك المسافة من القمة للقاع تمام آآ الـ R معامل التموج equal VR بيك تو بيك على VDC ضرب 100% طبعا أسئلتها إذا أجت تيجي بشكل مباشر تمام هذول القانونين طبعا للـ Full Wave للـ Full Wave الـ Half Wave ما لها قوانين زي هيك بيجي لها بس رسم آآ طيب الـ VR بيك تو بيك equal 1 على الـ F out ضرب RL F C ضرب VB out يعني بيجي بعطيكم المعطيات هاي وبسألك مباشرة قديش الـ VR بيك تو بيك أو قديش الـ VDC الـ VDC 1 ناقص 1 على 2F out ضرب RL ضرب C ضرب VB out إذا حب يعمل تريك ممكن ما يعطيك RL وما يعطيك C يجي يعطيك Tau فأنت بتعرف أنه Tau هي أصلاً RL ضرب C فهو فعلياً ما عمل تريك هو ريحك فأنتبه للقانون هاذ مع القانونين هذول وهذا القانون أكيد تمام حساً هذا القانون ممكن أحله على الرسم ممكن أجيبهم من القانونين هذول بعدين أطبق على القانون هاذ هساً منوخذ مثالين يوضحن الحكي هاذ تمام عندي الرسم هاي جاهزة حكالك Find R طيب أنا بعرف R Equal VR Beak To Beak على V DC ليه حكيت لك إنه مش قمي قاع بالضبط زي ما بحكي هسا بقول لك هسا هون حكينا مش الفرق بأخذ مجموع الرقمين هذول بالرسم إذا جاب لك رسم أصلاً بتأخذ مجموع الرقمين هذول أربعة زائد ثلاث ليش بتأخذ مجموعهم ما بعرف يعني هي بالكتاب هيك مشروحة ومش موضحة أبداً تمام بالنسبة لل VDC اللي تحت حكينا منتصف المسافة هاي وهي برضو فعلياً مش منتصف المسافة هاي هو إيش بعمل بيجي بأخذ نص المسافة هاي هسا ثلاث والأربعة كديش هاي المسافة كاملة واحد كديش نص الواحد نص فهو بأخذ هاي هاي مع النص هاي فبتكون ال VDC في الرسم ثلاث ونص هاي هي فكرتها فبتصير عندك عبارة عن سبعة على ثلاث ونص طلعوها زي ما بدكم وبضربه 100 بالمية تطلع آخر إشي عنا 28 بالمية هاي هي الأرب طي الطريقة الثانية بالأسئلة ممكن يعطيك ال F out 200 هيرتز ال VB out 13 0.54 ال R L 10 كيلو C 100 مايكرو فاراد بقول لك find VDC VR peak طبعاً قل لك إنها full wave عشان تقدر تستخدم القانونين هذولاك وبقول لك find R تمام بتحط القوانين مباشرة طبعاً لو أعطاك التاو حكيت لك إنه التاو R L F C يعني نفس الإشي ريحك بكون طي نقول له VR peak to peak equal 1 على 200 اللي هو F out ضرب 10 كيلو اللي هو 10 قوة 3 ضرب 100 ضرب 10 سالب 6 اللي هي المايكرو كل ياته هذ ضرب إيش ضرب 13 5 4 اللي هو VB out فبتطلع VR peak to peak 0.067 7 V طيب ال VDC نفس الإشي قلنا على القانون مباشرة 1 ناقص 1 ناقص 1 2 F out 2 ضرب 200 ضرب 10 ضرب 10 قوة 3 ضرب 100 ضرب 10 سالب 6 كل ياته 13 5 4 تطلع 13 5 0 6 V طيب بده ال R قلنا ال R عبارة عن VR peak to peak على VDC equal 0.067 7 على 13 5 0 6 ضرب 100 بالمئة تطلع نص بالمئة هاي الأسئلة اللي ممكن تجيك على الفلتر بس ان شاء الله نكون قطينا أفكارها نيجي على آخر أبلوكيشن اللي هو الريقيوليتر برضو نفس الإشي أسئلته مباشرة نحصل منه على جهد ثابت DC الشكل دارته زي هيك مش ضروري تكون حافظها عندك هون الرقم 78 وهون 79 طبعا 78 XX 7 79 XX هون الفلتر تيجي قيمته عالية الفلتر اللي هون طبعا القيم هاي مش مطلوب انك تحفظها من نص مايكرو لواحد مايكرو يعني نسبته قليلة نسبيا بالنسبة لل للفلتر اللي هون تمام حكينا منحصل منه على جهد ثابت دي سي الرقمين هذول شو قصتهم طبعا دايما الروغوليتر بلش في 98 XX و 97 XX هسا 78 XX يعني الجهد الموجب يعني موجب XX و 79 يعني زي اك انه بحكي لك انه الجهد لعندي سالب XX ما ظناش يسألك فيها بس عشان حياتك يعني العملية مستقبلا مثلا 7805 7909 على سبيل المثال هون زي اك انه بحكي لك مش بلش 7 8 زي اك انه بحكي لك انه قيمة الجهد عندي موجب 5 وهون زي اك انه بحكي لك عندي قيمة الجهد سالب 9 بس هاي هي فكرتها تمام عندك هون في قانون بدك تحفظهم اول قانون line regulation delta V out على delta V input ضرب 100% والload regulation V no load الجهد بدون حمل ناقص V full load ضرب 100% هدول ممكن يجيك عليهم سؤال بشكل مباشر زي هيك V no load معطيك اياه 5.185 V full load 5.152 بقولك find load regulation بتقوله load regulation مباشرة على القانون هاذ النولود قديش عندي 5.185 ناقص full load 5.152 على full load 5.152 ضرب 100% 0.6 400% بس هاي هي افكار الابليكيشنز على الدايود ان شاء الله نكون غطيناها وبالفيديو اللي بعد هاذ رح نبلش في زينار الدايود والله يعطيكو الف عافية